ده بالنسبة لأفشا وبالنسبة للماتش اللي فات تعالوا نكلم شوية بقى عن ماتش المصري ورؤيتكم لللقاء ده حيكون عامل ازاي توقعاتكم مين اللي هيبقى أساسي في الفريق تبديلات كولر حتبقى عاملة ازاي المصري نفسه حيكون عامل ازاي في اللقاء ده بصة خلاص لقو بصة بصة أنا شايف ان مستر كولر في الكاس اللي هو عامل مبارح مع الداخلية انه هو نازل بالتشكيل الأساسي اللي هو أنا ما بحزرش لانه هو اخر فترة في الدوري كان بيعمل روتيشن هو مستو انه هو بيعمل روتيشن بس الروتيشن الاخراني اللي هو عامله في الدوري في اخر كان ماتش ده خليه يرايح اللعيبة دي عشان يقدر يديك احاق انه هو لا انا نازل ماتش الكاسة انا مش اهزر مش عشان مثلا بلعب الداخلية طبعا محترون فرق كويسة وكل عاجة بس تحت كممكن مثلا يبقى عامل روتيشن في 3-4 لعيبة لا وانما ان انا بدأ بالحضاشة اللعيب الأساسيين معناها ان انا نازل اخلص نازل انا عايز اجيب البطولة مفيش وقت ان انا اعمل روتيشن واجرب لعيب واجرب فلان فاعتقد ان مستو كولر هيبدأ بالتشكيل الأساسي عادي جدا وهو اكيد مركز على البطولة دي عشان يكمل البطولات يعني بتاعته وماتش مصري كده كده ماتش صعب طبعا يعني دي حاجة مفاش كلام دايما ماتشات المصري مع الاهلي بطولة مش سهلة جدا جدا يعني انا شايف ان المباراة دي مباراة صعبة جدا عن نادي الاهلي وخصوصا كمان بعد تولي علي ماهر المهمة كابتن علي ماهر طبعا مدارب كبير ويمكن المؤخرة احنا الاهلي فشل ان هو يفوز عليه لما كان مدارب في يوتشار مباراتين في يوتشار الاهلي تعادل سلبيا فاعتقد ان مستو كولر هينزل المباراة دي بالتشكيل الأساسي وهيطالب اللعيب ان هم يسجلوا هدف مبكر عشان الامور ما تتصعبش لان كابتن علي ماهر بيدفع بشكل كويس جدا يعني بشكل كويس جدا فلو النتيجة اتأخرت والنتيجة سفر سفر يعني النتيجة استمرت سفر سفر لوقت طويل هتبقى الامور صعبة شوية فلازم يعني هدف مبكر في البداية المهمة توقع كينه ما تشترك توقعي يعني المباراة تبقى صعبة اعتقد واحد سفر